الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه ومن اتدى ويهوداه لومين الجمع والدين إن شاء الله تعالى نقيف مع حديث واحد من حالي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستقبل رمضان أو باقي إسبوع أو خمسة يوم أو ستة يوم فلابد من التنبيع على هذا الأمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اتنبت الكبائر في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين ليك رحمة ربنا عز وجل بهذه الأمة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الأعمال من رحمته وفضله أنها تكفر الذنوب والسيئات من هذه الأعمال وهذه الفضائل الصلوات كما قال الصلوات الخمس الصلوات الخمسة بتقديها في اليوم والليلة دي ربنا عز وجل بيكفر لك من صغير الذنوب ما بين الصلاة والصلاة التي بعدها ولكن لا بد تنتبه النبي عليه الصلاة والسلام بيين ليك في آخر الحديث في شرط اللواء رمضان وده الشاهد رمضان جاينا والناس تستعيد لرمضان الناس جاهزة اللابري وفي ناس جاهزين السكر والبليلة وغيرة في ممتا؟ لكن ناسين إن رمضان ده لما استقبلت زي ما بيين لك الأخوة بعقيدة السليمة ربنا سبحانه وتعالى ما بيبقى منك عشان كده قال لك شنو إذا ما يتنبت الكباير لو دائر ربنا عز وجل يغفر لك ما بين رمضان ده إذا صمت لله تبارك وتعالى خالص ورمضان للقبلية والفاد تيتنب الكباير رفتها؟ ولا بد تعرف الكباير ده شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكباير؟ كان بيتكلم معهم ألا أنبئكم بأكبر الكباير؟ قال له بلى يا رسول الله يعني ورينا قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتلوا النفس وقلوا الربا وقلوا ما اليتيم إلى آخر الحديث فالشاهد الكباير دي إذا ما اجتنبتها أنت فربنا ما بيكفر لك سغير الظنوب لابد تنتبه عشان تصوم رمضان دا وربنا سبحانه وتعالى اجعلوا ليك كفارة لما مضى من الظنوب والمعاصي من رمضان الفات لابد تجتنب الكباير دي وأول هذه الكبايرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لك شنوه؟ الإشراك بالله الشرك والشرك بالله تبارك وتعالى أن تأخذ حق الله عز وجل وتلطيه لغير الله تبارك وتعالى أو أن تشارك غير الله تبارك وتعالى فيما هو من حق الله عز وجل العبادات دي كلها حقات ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما بيقبل إن تصرف العبادة لغيره قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص وقال تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني مخلصا له ديني يعني كل العبادات لا بد أن تخلصها لله تبارك وتعالى وإذا صرفت منها شيء لغير الله عز وجل أنت وقعت في أكبر الكباير اللي هو أجنو الشرك معنا أجنو معنا ربنا سبحانه وتعالى تقول تطيبت سايق صمت سايق ويتم النسي تهمت لو عندك عقيدة في شيخ ولا في قبة ولا في ضريح مصرم رمضان ولا يجد ما تضعب سايق فلا قد الأمر الأول أنك تنظف قلبك من غير الله سبحانه وتعالى تخلي قلبك دايقون فيه وربنا سبحانه وتعالى براو ده حديث النبي عليه الصلاة قال لك كده إذا ما يجتوني من الكباير وأكبر هذه الكباير أشيركم الله تبارك وتعالى فتلقى الزوال صايم تلقى صايم متعبان لشكل الكمساري وشكل الناس في الشغل كمتع واحتمالي شاكل أولاده ذاته ومرده في البيت وتلقى لما يقوم يا ود بدر تلحقنا ويا الصالحين عائن فوق نادي بزوق عائن يمين نادي الصالحين عائن وراء نادي بشرة وهو صايم ده ما عنده صيام والله الذي لاه ما عنده أي صيام كمتع شوف لك الدكوة شوف لك طعمية أضرب أسائل في نهاء الرمضان لأن ربنا سبحانه وتعالى يا أخواننا ما بيقبل أي عمل مع الشرك بالله عز وجل فالشرك إذا دخل على العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل على الطهارة أسيت لو توضيت تمام خشيت الجامع صليت الرقعة اللولة الرقعة الثانية خرج منك ريح تهمت صلاتك كده بطلت إلا تبعيش تتوضي وطي راية تاني كذلك إذا ينت صايم صمت لحد تزعجر رمضان احتمالي قوم بقرى العيد عرفت قمت قمت يا ود بدر يا الصالحين عرفت كده إتأشرت بالله تبارك وتعالى ربنا ما بيقبل منك الصيام ده كله كله شفت المصيبة ده كيف وشرك يا أخواننا بيحبط جميع العمال جميع العمال يعني الصلاة والصيام والحج وغيره كل الأعمال بيحبطها ده الشرك لأنه ربنا قاله ولقد أوحي إليك ده النبي عليه الصلاة والسلام العلم قاله إذا كان التحذير للأعلى فمن باب أولى الأدنى اللي هو من يحدل والنبي عليه الصلاة والسلام حاشا عن يشرك بالله تبارك وتعالى لكن المقام مقام شنو تحذير للأمة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن عملك وربنا قال عن 18 نبي ذكرهم في سلطة الأنعم في نهاية الآيات قاله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عمل الأنبياء تبتلحق الأنبياء يا زول ما تبتلحقه من النبي عليه الصلاة والسلام ربنا غفر له ما تقدم من ذنبيه ما تأخر بعد التحذير تهمتها؟ ولذلك لو ذات تستقبل رمضان أولا تستقبلوا بتوحيد خالص لله تبارك وتعالى وأن وأن تنظف قلبك ده من جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى أبدا ما يكون في قلبك ده يا ربنا عز وجل لا تدعو تدعو الله براه تخاف من ربنا سبحانه وتعالى براه تتوكل عليه الله براه ما تلبس حجاب زي ما قال لك أخونا ولا تلبس تمام تهمتها؟ ولا تتعلق بالكمون ولا كده تخاف من ربنا عز وجل براه تخشع لله تبارك وتعالى براه بس الناس اللي بتخاف من الميتين والله تخاف من الميتين جبال ده جبال الكلام ده في الشغل وأعين معاي في الشغل قال ليه أنه قريبته ماشا راكبا ها في المواصلات أو راكبا راكبين في بوكسي خشوا في زنجة كده صغيرة قالت يا هدبدر زنجة بعدها شوية قالت يا البرعي هو شوية يا زول عقيدته سليمة زول عام بيساي لكن بالفطرة قال لي أقول لي يا الله يا أخي قال لي الله دخلتنوا للكبيرة الجاية الكبيرة البعدين الكبيرة دي قال في كبري داك فيه لولا وشغي لولا وكده يعني أقعب من ديل قال لي والله خلتنوا للكجاية البعدين لكن ديل الصالحين ديل بيشيلونه من ناسي أسي يا أخوان دي من فعظ يام من فعظ يام وغلاي دي تكون صعباء نساي وزيدين كتار جدا في الأمة الإسلامية الليلة في بلدنا السودان زي دي الكتار جدا إلا من رحم الله تبارك وتعالى تمشي أي بلد تجد فيها الشغل لقاعد الناس ينادوا الصالحين الناس ينادوا الميتين ونادوا أصحاب الجباب وأصحاب الأضرحة لما انتهي تذكرهم بالله تبارك وتعالى قل لك يا مولانا الحمد لله بنصلي وبنصوم وحجينا سبعين حجة رفتة وبنبر والدينا وبنعمنا الصالحات وبنعبد الله براو ما فاهم إنه الدعا دي أخوانا عبادة زي ما يتصليت لها الله وزي ما بيصوم لربنا سبحانه وتعالى الدعا دا كذلك عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو لعبادة عبادة وربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو ما قالك عن دعاي قالك إن الذين يستكبرون عن عبادتي فدلت الآية على أن الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى وربنا قال وإذا سألك عبابي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك الدعاء هو لعبادة هذا عديل كده قال لك الدعاء دا عبادة عشان ما تقول ليه دا توسل لأنه في بعض المجرمين المضلين يقول لك يا مولانا لو ما شد قاعدت الميد دا توسل إتعارف إنه الله سبحانه وتعالى هو البنفع والله براه بضر لكن دا توسل بس الميد دا ما دعناه ذاته أول حاجة تقولت يا الله ولا قلت يا فلان الميد تقولت يا فلان ما قلت يا الله فهمت ما نادعت الميد دا تناديت الميد دا النيدى ذاته دعاء ربنا قاله وإذ نادى زكريا وزكريا إذ نادى ربه النيدى ذاته دعاء لله يتبارك وتعالى مجرد ما دعيت أو ناديت غير الله عز وجل معناها عبدت غير الله سبحانه وتعالى معناها أشركت بالله تبارك وتعالى إتلو خشيت بعقيدة زيدي في رمضان ما عندك سيام ما عندك سيام ولذلك ورمضان إلى رمضان مكفرات اللي ما بينهن لكن الشرط إذا اجتنبت الكبائر وأعظم هذه الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى ويحبط جميع الأعمال ويخلص صاحب في النار يخلدك في النار ما تطلع فيها أبدا خالدا مخلدا فيها ربنا قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وربنا قال إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في إمتى وشوف يا أخوانا المقابل طوالي لو الإنسان عقيدته سليمة ظلم وحد لربنا تبارك وتعالى مخلص لله عز وجل في جمال عبادات ولكن عنده بعض الظنوب عنده بعض السيئات وكلنا أخوانا عندنا ذنوب وسيئات أي زول هنا ما في ظالمعصوم لكن يا أخوانا عقيدته في الله براه ده ربنا سبحانه وتعالى بعدين برحمته يغفر له إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن في النهاية ربنا بطلعه من النار وبدخلوا الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا ابن آدم شوف ده حديث قدسي حديث عظيم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ده شرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أبدلتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك إذا أنت مشهد لها الله عز وجل بعقيدة سليمة كم تكلام ذا؟ فدلت لنا ربي عليه والناس تستقبل رمضان بتوحيد خالص الله تبارك وتعالى تنظف قلبك من جميع ما سوى الله عز وجل من الموتى والمقبولين والأولي المزعمين يا ذاته ما ما رفع لو بيقول صالحين ذاته لو بيقول صالحين ما بينفعوك والأبد الرؤك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يملك لنفسه نفع ولا ضر زي ما ربنا ورعنا في القرآن ربنا قال كذا في القرآن قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله وكذلك قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لا استكترته من الخير النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفع ولا ضر فإن باب أولى أنه لا يملك لغيره فما بالك من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام وميتين ماتوا زمان دفنوهم وكفنوهم وانت أزول ما شاء شلت عليه والفاتحة أنت زاتك المري زاد ودلقى شائل الزول ما شاء الله عليه والفاتحة بعد أسبوع والأسبوعين يناديه مع الله سبحانه وتعالى في البيت يا شيخنا البراي يا ودبدر ويا فلان ودفنوا زمان وشائل عليه والفاتحة يا خذر محتاج لك زاته انت أول حاجة انت مهم محتاج له محتاج لك هو زاده محتاج لك انت تدعو لي والله عز وجل عرفت كلام ذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارة والإلم ينتفع به أو وند صالح يدعو له اتجب هذا القدر وأقدم أخونا يسري